بعد طول انتظار هاهم فلاح واربي ليتسلمون سقوك صرف المستحقات المالية الخاصة بأثمان محصول الحنطة التي أطلقتها وزارة التجارة الاتحادية بالتعاون مع وزارة تجارة الإقليم لعامي 2015 و2016 حاولنا قبل عدة سنوات أن نحصل على حقوق الفلاحين ولكن لم نحصل على شيء اليوم نحن جدا سعداء بحصولنا على أموال فلاحينة نشكر كل من ساعدنا وحصلنا على حقوقنا اليوم نحن سعداء بأنه وصلت المستحقات الأخيرة السبق وإن استلمنا 50% كمرحلة أولى وبعدين كمرحلة ثانية 17.5% واليوم نستحق المستحقات الأخيرة مع الـ 2015 الذي قد تكون 33.5% ويبلغ مجموعة المستحقات المالية لعموم المزارعين في إقليم كردستان 272 مليار دينار ستصرف لهم على شكل وجبات متتالية فيما تعمل وزارة التجارة على تدليل المعوقات الأخرى المتعلقة بالحصة الغذائية وتصدير وتسويق الحبوب وصلنا مستحقات الفلاحين اللي كان باقي ما لـ 2015 و16 كان باقي قسم هذا القسم جبنا بالسك ودنا للبنك إن شاء الله أول يوم نحن بادينا بالتوزع فنحن بادينا على التاريخ نوزع مثلاً اللي مسلمين حنطة داخل السايلو لأننا قدنا مراكز كان مراكز عندنا بذلك الوقت مشنا مستلمين الحنطة فاليوم نوزع مال أربيل وفي عام 2022 صوت مجلس النواب على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمتضمن تخصيص الأموال لكردستان وسط ترحيب الفلاحين لجميع الجهود التي عملت على ضمان حقوقهم بعد جهود حثيثة من قبل وزارة التجارة الاتحادية تم أطلاق المستحقات المالية لمسويق الحنطة وسط ارتياح كبير من قبل مزارع إقليم كردستان بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل أربيل